أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم حرصة والتزام الجزائري بالعمل وبشكل منسق بين الدول العربية من أجل النهوض بمجتمعاتها في المجال الصحي وأوضح بن بوزيد لدى إشرافه على الاحتفاء باليوم العربي للصحة بحضور وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إلى جانبي ممثلي منظمات الأمم المتحدة بالجزائر إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني أوضح أن احتفاء الجزائر بهذا اليوم على غرار سائر دول العربية يعد فرصة لتسليط الضوء على تجربة الجزائر في هذا المجال واستعراض المجالات التي تم إحراز تقدم فيها بغية تحسين الحالة الصحية للسكان